إسرار حكومي على تغيير قانون الأحوال الشخصية وفق بنود مثيرة للجدل بات يهدد بتعرض العراق لحزمة عقوبات أوروبية وفق ما اعترفت به لجنة العلاقات الخارجية النيابية التي تلقت انذارا من الالتحاد الأوروبي بخفض العلاقات مع العراق حال مرور القانون الجديد القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق وضمن تقريره الدوري الرابع عشر بيّن أن الجدل بشأن القوانين والتشريعات يعد حجة ومبررة من قبل الحكومة للتشويش على حقيقة ما يجري في البلاد من فشل طاغ وإخفاقات وأسر في الأنظار عن إخلاف سلطات وعودها بشأن تحسين الواقع المعاشي للعراقيين وتوفير الخدمات وإصلاح الأوضاع القسم السياسي كدن قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن والذي أقر عام 1959 هو قانون يسري على جميع العراقين دون التمييز المذهبي مبينا أن السجال الجاري اليوم بشأن قوانين البرلمان هو نوع من الصفقات السياسية التي تخدم مصالح وأهداف القوى الدولية والأقليمية التي تسيرها وتتحكم بها بعض الأحزاب التي ربطت قانون الأحوال بقانون العفو العام وهما يعد تجاهلا تم لحقوق الشعب العراقي ومصيره الذي أمسى مهددا أكثر من أي وقت مضى حيث سيفتح التشريع الجديد أبواب خطر تهدد المجتمع العراقي بحسب تأكيد مسؤول القسم السياسي الدكتور متنى حارث الضاري هذه خضية جديدة في التشريع القانون العراقي غير موجودة سابقا وهي تفتح أبواب خطر كبير جدا من جانبها قالت مجلة فوربس الأمريكية التغييرات المراد إدخالها ضمن قانون الأحوال الشخصية فالعراق من شأنها أن تخلف عواقب سلبية كبيرة على النساء والأطفال أما منظمة هيوم الرايسوش فقد أشارت إلى أن تغيير قانون الأحوال الشخصية النافذ سيبيح زواج القاصرات حتى في عمره تسع سنوات فضلا عن تضامنه مخاطر جسدية ونفسية وتسببه بالحرمان من التعليم والعمل مؤكدة أن التغيير الذي تصر عليها الأحزاب سيميز في الحقوق على أساس الدين وسيكرس الطائفية في العراق